السلام عليكم. النهاردة هنعمل معكم المكارونة بالسلسل حمرة. المكارونة بالسلسل حمرة سهلة وبسيطة بسية شوية تكات كده وشوية معلومات كده ان شاء الله هتفيدك وتخلي معاك المكارون فلفل من اول حباية لغاية اخرها. وكمان الصوص بتاعك مباش كتير يبقى على ادها بالزبط. وكمان فيه سر من اصر التوابل هتخلي طعمها زي طعم الفنادق والمطاعب. تعالوا نبدأ الاول شايفين طبق المكارونة بتاعنا. دلوقتي جد تحف يا جماعة. دلوقتي يا جماعة معايا نص كيلو من مكارونة ازبكت اي نوع انت بتفضلي مكارونة صغيرة مكارونة ازبكت اي نوع. المهم انا معايا نص كيلو من مكارونة ازبكت اي نوع ماركة برضو انت بتفضليها. المهم انا عند الولاد هنا بحب ان نقصره. فقصرت المكارونة عازت تحطها انت سليمة حاجة ترجع لك. اهم حاجة في كل العملية دي ان احنا نسلقها حلو ونعمل صلصتها حلو. دي اللي بتفرق معنا. قصر منها زي ما انت شايفها كده هو تقلل اتنين وبعد كده بطيدي بقى حط مية على النار. المية دي ركز معايا تلاتة لتر مية مغلية. نحط تلاتة لتر مية في الحل يبتدوا يغلوا وهنزل معلقة ملح حدود العشرة جرام معلقة كبيرة ومعلقتين من زيت في حدود سوى عشرين جرام الماشيين بالميزين. اهم حاجة اول ما المية بتغلق بنزل النص كيلو مكارونة ازبكتي صغيرة عقل اي نوع مكارونة زي ما قلت بحضرتك مش هتفرق معي. اهم حاجة احنا نسلقها كويس والسلصة. بعد ما سلقها بعد ما حطتها سبتها تتسلق تسع دقايق على النار عالية عادي. واول ما بحس انها تسلقت كده هوت بروح ايه طفية ايه البتجاز بتاعي. وعلى طول واروح واخدأ انا بقول رحالك انها ايه استوت فنص ايه تلدينا يعني يستوت معي. تسع دقايق ما بكترش. بعد كده خدت المكارونة بتاعتي صفتها من المية بتاعتها. وبتريت ابرد عليها من المية من حنفية عادي. اهم حاجة ابرد ابرد المكارونة عليها بالمية. ليه يا جماعة عشان ايه ما تمسكش في بعضي. اخليها مفلفلة وحلوة. تمام. بردت عليها تمام في المصفى بتاعت كده. وبحط لها المصفى بتاعتي تحتها طبق ولا حاجة عشان تنزل المية بتاعتها. تمام? في الوقتي ده بعد كده جبت بقى نص كيلو المكارونة هياخد معانا كيلو طماطم. جبتها وغسلتها وتتقطعها معاك وهو وهحطها ايه في الخلط. تمام? نص كيلو المكارون هياخد معانا كيلو طماطم. هكتب لكم المقادير في سندول وصف. بالله عليكم لسه بتتفرجوا عليها ما تنسوش تمنى لايك. تمام? كيلو الطماطم اهوت انا حطيته وحطيت معايا كباة صغيرة من المية عشان تمشي معايا الخلط وانا بضربها. تمام? هو هتنسوا ايه? الحتة دي. تمام? بعد ما ضربتها حلو هبتدي هصفيها. هجيب المصفى بتاحتي وابتدي هصفيها. بقولك ضربتها وهبتدي هصفيها. اهي. لازم هصفيها حلو من القشر بتاعها والبصر. تمام يا جماعة? تمام? بعد ما اهو هصفتها. هكتب المقادير كلها بالجرامات واللي انتم عايزينه في صندوق الوصف. بعد ما صفتها كده حلو. هبتدي اجيب بقى الحلة بتحت كده على النار. وهبتدي ايه? احط خمسين جرام من الزيت. زيت يكون ريحته حلوة. يعني في حدود سبع معلقة زيت. يعني ربع كباية زيت. وبعد كده احط معلقة توم في حدود السبعة. فصوص توم. انا بحبش اعملها البصل. بحس بالبصل يا جماعة. بيتقل معي الصوص. وكمان بتصرع انها ممكن تحمض معي في الصيف. وانا بحبش كده. المهم خدت معلقة التوم المفرومة. وروحتي اول ما بتديت تحس انها خدت اللون. خلي بالكم التكة دي حاطت معلقة صغيرة من الكزبرة النشفة. ليه بتدي رحة للتوم. وبتخلي المكرونة جميلة جدا نتكة بتعطي المطاعم والفنادق بيحطوها. اول ما الكزبرة والتوم ابتدوا ياخدوا النون الدهب انزلت معلقتين كبار من السلسة في حدود الخمسين جرام من السلسة. قلبت تقليبتين. وانزلت بقى بعد كده بكلو الطماطم بتاعي لانا ايه? ضربة ومصفية معك وتمام. بعد كده ببتدي حط بهاراتي معلقة صغيرة من الفيفل سود. ركزوا معها في البهارات دي. تكات مهمة. ومعلقة صغيرة من الكمول. والمعلقة الصغيرة من الكاري بتدي طعم وتفرق في المكرونة. ومعلقة كبيرة من السكر جميلة جدا بتعادل الحموضة. ومعلقتين ملح صغيرين. تمام? بدنا كده نقلبهم كده مع بعض ازا انتم شايفين كده تقليبة حلوة. هو تخلي بالكم المعلقة اللي هي ايه? الكاري بتفرق جامد في المكرونة. بعد ما قلبت كده اقول لك هغطى عليها واسبت السبك على نار عالية عادي. اهم حاجة يا جماعة هي مش هتاخد مني كده اكتر من ديعة السبك. اهم حاجة ان انا خلي بالي منها. وغطي ايه? نص التخطية كده الغطى بتاعي. بغطيها ليه? عشان المكانة بتاعتنا الصلصة بتاعتنا كده هو بتتدلع وبالطر تشعل بتو جزعت بهدل الدنيا فانا بغطي على الصلصة بتاحتي. ايه دوبك تسبكت مع ازا ما انتم شايفينها? انا عرف ازاي انها تسبكت. الزيت بتاعي المادة الدهنية بتاعت يا جماعة طلعت لفوق والصلصة بتاعت في الحلة تحت. تمام? يعني اصرت معانا وخدت معانا كده في حدود الديتين تسبكت معانا تمام. بعد كده يا جماعة روحت بقى حاطة المكارونة بتاعت وانا بوريك المكارونة بتاعت مفلفلة هيت. وايه? ما تكتلتش ولا اي حاجة. ولو حتى مسكت معاك انا بقول لك مفلفلة وجميلة ازاي شافة المكارونة اخت المكارونة ازاي? وحتى لو مسكت معاك في المصفة ما تخفيش لما بتحطيها في الصلصة بتفك معاك. تمام? يبقى المكارونة لو حست انها مسكت وجدت تحطها على الصلصة عادي هي بترجع تفك في الصلصة. بس انت زي ما انت شايفاني انا مفلفلها وجميل. كل ده جاي من نتيجة المياه كانت كتيرة بتاعت السلق وسلقتها تسعة دقايق. ما خدتش اكتر من تسعة دقايق سلق. بعد كده حطتها بقى على الصلصة. خدت دقتين على نار كده عالية عشان تشرب من الصلص بتاع السلصة. بقولك شايفة فلفلة زاو جميلة. لجد تحفة. طبعا دي بناء انا على طلبك وانتو طلبتوها منها. طبعا بفضيها في الطبق. وانت خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملنا لايك وشير واشتراك في القناة وتعليق حلو زيك. والسلام عليكم.